نجدد التحية وهذا فيديو جديد نوثق فيه ملامح أريف المنتج للزرع والدرع ونحن وسط هذه الطبيعة الرائعة نتحدث عن بعض أمراض الجهاز الهضمي يعاني البعض من أمراض عسر الهضم وأخطر أعراض عسر الهضم يعاني الإنسان من وجع أو ضيق أو كما نقول كتمة في أعلى البطن وعسر الهضم مرتبط بتناول الطعام من يعاني بعسر الهضم يعاني من حرقان في فم المعدة أو حموضة ترتد إلى الفم وقد يعاني من الانتفاخ أو شعور بالامتلاء ورغبة في التجشؤ من يعاني من عسر الهضم يعاني من فقد الشهية أو الغثيان أو القيل وقد يعاني من عسر البلع أسباب عسر الهضم هذه الأعراض تنشأ من أسباب عديدة منها ما هو يعتبر البعض تافي مثل عسر الهضم العصبي ومنها ما هو بالغ الخطورة مثل سرطان المعدة أو سرطان البنكرياس تبقى قد يؤدي سرطان المعدة أو سرطان البنكرياس حفظان الله وإياكم سرطان المعدة أو سرطان البنكرياس قد يؤدي إلى عسر الهضم ونحن وسط الأشجار والشجارات وهذه هي شجارات اللارينج وهذه كلها شجارات فاكهة وهذا هو التين البرشومي نتابع بعض علامات الأسباب الرئاسية لعسر الهضم في حالة الكرحة الهضمية يحس التعب في فم المعدة ويكون عادة مرتبط بالطعام ومواعيده يقول المريض أنه يحس بسحبة روح أو أرسد جوه يزول بعد تناول الطعام ليعود مرة أخرى بعد ساعتين أو سلاس وإذا كانت الكرحة في الإثنى عشر لا قدر الله فقد التعب يؤكز المريض من نومه فقد ينتشر التعب إلى الظهر وقد يحس المريض بشرقة كما نقول إباعاً أمراض الجهاز الهضمية تحدثنا نشكركم ونشكر حسن المتابعة ونتذكر قول الرسول الكريم سلسن لطعامه وسلسن لشرابه وسلسن لنفسه والمعدة بيته الداء يعني نحافظ على تناول الوجبات الغذائية في مواعدها شكراً ترجمة نانسي قنقر